قال هذا الشيخ يقول والله أنا ما أستطيع أقرأ بن سعدي بن سعدي صعب عليّ في حل نجيب بن سعدي رحمه الله يقرأ عليك ما كيف بن سعدي يقرأ عليّ وأنا مثين يقول أنا ـالإنسان يعني متواضح إي بن سعدي يأتي يقرأ عليك عندنا التفسير الصوت للقرآن تنزل البرنامجelah تفسير الصوت للقرآن ويقرأ عليك مين ابن سعدي وانت ايش تسمع تريد يقف ابن سعدي يقف يعيد يعيد والله نعمة لكن كيف تسمع التفسير لا تبدأ بسورة البقوة لا قال ابدأ يقول الشيخ بن باس بأي سورة اهم سورة عندنا الفاتحة تمام اذا تبدأ بسورة الفاتح الصحي قراءتها وتقرأ تفسيرها وتسبع من تفسير الصوتي وتستعين بالله العمل بعدين ايش تأخذ من السور قسار السور او السور اللي تتكرر عندك او تشوقك للتفسير ايش تشوقك للتفسير القصص قال اريد اسمع تفسير سورة القصص سورة مريم سورة الاسراء سورة الكهف اللي تتكرر علي كل جمعة مفهوم؟ فهذا يشوق للتفسير شيء فشيء تجد نفسك وصلت للبقرة من دون ان تشعر مفهوم يا اخي؟ طيب قرأ الامام اليوم مثلا في صلاة العشاء صلية العشاء؟ قرأ في الركعة الثانية سورة ايش؟ الضحى مجرد ما تسمع الامام قرأ سورة الضحى انت مااشي الان افتح ايش؟ تفسير السعدي والضحى ما معنى الضحى؟ والليل اذا سجى غطى بظلام ما ودعك ربك وما قلى مفهوم يا اخي؟ وشيء فشيء ابحث احياناً عن الامور التي تشوقك للتفسير يقول مثلا هنا في سورة الضحى لماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ووجدك ظالاً ايش؟ قال فهدأ لماذا لم يقل فهدأك؟ ووجدك عائلاً ايش؟ فأغنى ما قال فأغناك لماذا؟ لأنه أغناه وأغنى به كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون له حب مفهوم؟ وهذا من نعم الله علينا أن الله سبحانه وتعالى جعلنا أتبع لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم؟ أغناه وأغنى به سبحان الله فهذه تشوقك إلى إيش؟ التفسير اغتاعتني الشيخ تقول سورة الفاتحة أسماء سورة الفاتحة ما هي؟ تقول والله يا أخي الفاتحة والسبع المثاني وأم الكتاب وتسمى الصلاة فاتحة صلاة قال نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ما شاء الله قال استفدت والله فائدة منك جزاك الله وخيرا تسمى فاتحة تسمى الصلاة تسمى الصلاة وقال وما يدريك أنها رقية تسمى رقية ما شاء الله إذن لا نحتاج أن نذهب إلى الرقات عندنا رقية يحفظها كلنا سورة الفاتحة مفهوم يا أخي فتظهر القرآن هو الذي يبقى له ذكر كالأئمة الأربعة مفهوم هي نعم فائدة صح هي نعم وهكذا طيب هذا إش الأول الثاني التوحيد ما يضد التوحيد قد تقدم معنا في رسول الثلاثة وفي القواعد الأربع يعني شيء كثير من هذا يبقى معنا هنا يقول عندنا بقي شروط لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لكن مفتاح لا يفتح إلا بأسنان تسمى هذه شروط لا إله إلا الله من يعرف شروط لا إله إلا الله إخواننا لو كافر يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناه تنفع ها لا إذن لا بد أن تتعرف شروط لا إلا الله وإلا ما تنتفع بلا إله إلا الله تذكرها كاملة شروط ما تعطيني الشرط وهذا الشرط وهذا لا ما أنفع العلم ليس هنا ضد الجهل يقول الشيخ يقول لا العلم يعني بمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله نافيا جميع معبد من دون الله مثبت عبادة لله وحده لا شريك له وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد الله يعبد ورسوله لا يكذب عليه الصلاة والسلام هذا العلم يقول لازم أولا من شروط الله تعلم معناه الثاني اليقين يعني مئة بالمئة ما يشك طرفة عين في أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالرضوبية والألوهية والأسماء والصفات ولا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يعبد ورسوله لا يكذب خاتم الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام تمام قبول منافل الرد ما يرد حكم واحد دليل واحد لا يرد من كتاب والسنة الصدق خرج به الكذب لأن المنافق نصرعه في السلامة كاذب في قول لا إله إلا الله يصدق مع الله ثم يصدق مع عباد الله يصدق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده نعم ارفع صوته الإخلاص المنافر للشرك ما معنى هذا يعني لو يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يذبح للصنة أو يسب الدين يسب الرب والله لا تنفع لا إله إلا الله مفهوم أعيد مرة أخرى كسر طب لو رأى في لا إله إلا الله أكبر لنقول لابد هنا إخلاص منافر الشرك تمام بعده مش فيه غششوك بشرط لا إله إلا الله اتق الله يا رجل عيد من جديد علم هذا الثامن آخر شيء انتظر باقي علينا لسا هاي رجل ايش بقي اثنين المحبة منافية للبغض يحب الله ولا يحب أحد مع الله يحب الله ولا يحب أحد مع الله طب أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام تحت محبة الله ويحب كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبة وحبهم الله صح تمام والانقياد نعم إذا لابد من ايش من انقياد لابد من عمل تمام وباقي آخر شيء الثامن الكفر بما يُعبد من دون الله نعم نعم طيب الشرك يقول ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر المحرمات أربع أقسام صغائر على أول درجة وأعلى منها كبائر وأعلى من الكبائر الشركة الأصغر وأعلى من الشركة الأصغر الشركة الأكبر مفهوم؟ كم درجة؟ أربع صغائر وكبائر وشركة أصغر وشركة أكبر عشان تفهم أن الشركة الأصغر أكبر من الكبائر مفهوم؟ يعني عندما يقول والنبي يحلف بغير الله هذا أعظم من أكل الربا ومن الزنا مفهوم؟ وعلى منها شركة أصغر وعلى منها شركة أكبر إذا مات على الشركة الأكبر نصلى الله عافية والسلامة فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار مات على الأصغر يعذب بقاة الشركة ثم يدخل الجنة على أي اعتبار إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب تاب الله عليه سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر مفهوم؟ ولهذا لازم تتعلم الشرك حتى لا تقع فيه حتى تحذر منه تمام؟ العلماء رحمهم الله يعني ما وجد تعريف منضبط والله أعلم للشركة الأكبر أصغر لكن يوجد فروقات بين الأكبر والأصغر الأكبر مخرج من الملة الأصغر غير مخرج من الملة الأكبر محبط لكل الأعمال الأصغر غير محبط لكل الأعمال كل ما كان وسيلة إلى الأكبر فهو أصغر كل من اعتقد أن له تصدف خفيف الكون أو بلاد جلب المنافع داخل المظار فهو أكبر وكل من اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه فهذا أصغر كل ما أطلق الشرع عليه من الشركة وكفر ولم يعرف بألف الأصغر أنه أصغر هذه فروقات بين الشركة الأكبر والشركة الأصغر أريد أمثلة على الشركة الأكبر إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ يا أخي نعم؟ أنا أسمع في عندك محامي هنا؟ أخي شوف يقول له لا تدافع هو يدافع عن نفس مافي المحامي نعم كيف؟ لا لازم قيد الذبح لغير الله لازم قيد ما هو القيد؟ ها؟ محبة وتعظيم الذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر كالذبح للجن ولأصحاب القبور تمام؟ الله يبارك فيك غيره أمثل على الشرك الأكبر دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تمام إذا يعتقد أن بيد جلب المنافع ودفع المضار شرك أكبر تمام؟ توكل صدق الاعتماد عن الله سبحانه وتعالى مع الثقة به وأخذ بالأسباب المشروع اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيد جلب المنافع ودفع المضار شرك أكبر يا أخي أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر ذبح ناذر استعاء وخط وانتهينا صح؟ تمام أمثلة على الشرك الأسر ابن القيم رحمه الله يقول يسير الرياء ماهي؟ يسير الرياء هذا فيه أن ابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر الحلف بغير الله الحلف بغير الله يحلف بماذا؟ بالنبي بالولي برأسي برأسه أبوي بتربة أمي صح؟ في لحيتي بحياتي ها؟ وأحدث ولا حرج الحلف الله المستعى صح؟ هناك رقبتي في لحيتي أمانة أمانة حلف بغير الله؟ نعم يقول أمانة وبعض الناس يقول أحلف لك بإيش حتى تصدق سبحان الله كيف أحلف لك بإيش؟ ما يمكن يحلف إلا بمن؟ إلا بالله مفهوم؟ هاي نعم طيب أمثل على الشركة الأصى بغير الله لو قال أمانة أو للأمانة أترك الأمانة يا أخي أمانة يقول أمانة عليه لأن تقول له كذا قال أمانة هذا حلف بغير الله مفهوم؟ وعندنا ما أدري عند الشباب صح؟ وفي لحيتي وفي رأسي صح؟ هذا كله حلف بغير الله واشتربة أمي وحياتي وعمري صح؟ وحيات أبوي وحيات أمي هذا كله حلف بغير الله حلف بالنبي وحلف بالولي قول ما شاء الله وشئت الواء مشكلة شركة صحة تمام جعلوا اعتقاد ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب شركة صغر لا تجعل فيها فلان وكذا تمام طيب إذن إخواننا لابد نبين أنواع الشركة الأكبر وأنواع الشركة الأصغر للناس وحتى لنا حتى نجتنبها إخواننا مهم جدا لأن الشرك يعني خفي وقالوا أن الشركة الخفي أحيانا يكون أكبر وأحيانا يكون أصغر وأصغر نحن قلنا الشرك خسمين أكبر وأصغر الخفي أحيانا يكون أكبر وأحيانا يكون أصغر وأنت لابد تحذر من إيش؟ من الأربع أشياء هذه لأن الصغائر تؤدي إلى الكبائل والكبائل إلى الأصغر والأصغر يؤدي إلى أعطيه هذا الكتاب تمام مفهوم إخواننا؟ طيب كم باقي؟ على الفجر مفتوح؟ طيب نكتفي بهذا المقدار كم الساعلات؟ الآن ثمانية وثلاثة أربع يعني ما في مشكلة؟ أكيد؟